بعد وفاته مبارك يثير الجدل مرة أخرى ما بين حقه في جنازة عسكرية أم لا جدل كبير أثير عقب وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك هل تقام له جنازة عسكرية بصفته رجل عسكري ورئيس دولة سابق أم لا بعد صدور حكم قضائي ضده في قضية القصور الرئاسية ونعت الرئاسة ببالغ الحزن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة وتابعت تتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020 وتوفي الرئيس المصر الأسبق حسني مبارك عن عمر يناهز 91 عاما حسب ما أكده صهره مونير ثابت ضابط الجيش السابق وقال ثابت إن مبارك توفي في مستشفى الجلاء العسكري شرق القاهرة والرئاسة المصرية ستتولى أمور الجنازة وستقام صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الظهر في مسجد المشير في انتظار وصول حفيد الرئيس الأسبق عمر علاء مبارك للوصول من أمريكا وسيتم دفنه في مقابر الأسرة بالمقطم وكان جدل أثير حول هل تقام لمبارك جنازة عسكرية بعد وفاته أم لا فقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إنه لا يوجد ما يحول دون تشييع الرئيس الأسبق حسني مبارك في جنازة عسكرية وكانت محكمة القضاء الإداري قادت بعدم قبول الدعوة التي استندت إلى حكم بات بحق الرئيس الأسبق ونجليه من محكمة النقد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ورد 147 مليون جنيه لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية وأضاف الجمل أنه لا يوجد ما يمنع ذلك والحكم الصادر بحقي في قضية القصور الرئاسية لا يمنع ذلك من جهته قال أحد المحامين إن الحكم الصادر هو حكم أصاب صحيح القانون وبناء على ذلك فإن مبارك رئيس سابق ومحارب في القوات المسلحة وله الحق في كافة الامتيازات التي حصل عليها بتلك الصفات الرئاسية أو العسكرية ومن ضمنها حقه في جنازة عسكرية تليق بالمناصب العليا التي شغلها وعلى النقيد قال خبير عسكري تسقط حقية مبارك في جنازة عسكرية بعد وقوع الحكم بالحبس في قضية القصور الرئاسية ترجمة نانسي قنقر